مساعي يونانية وقبرصية لخفض منسوب التوتر مع تركيا توجه الدولتان جاء عقب خطاب يميل إلى اللهجة التصعيدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وارتأت أثناء ونيقوسيا أن أفضل طريقة لمواجهة التصعيد هي من خلال الهدوء والثبات فبحسب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس فإن المقاربة الأكثر ملاءمة لتهديئة التوتر هي إبقاء قنوات الاتصال مع تركيا مفتوحة مضيفا خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي نوكوس أنستاسياتس أن الدفاع عن اليونان وقبرص يكون من خلال القانون الدولي معولا على التحالفات القوية مع الدول الأوروبية والعضوية في الاتحاد عاملان يمكن من خلالهما وفقا لرئيس الوزراء اليوناني مواجهة أي خطاب يتجاوز الحدود الدبلوماسية المناسبة على حد قوله وتتعدد الملفات الخلافية بين تركيا واليونان الجارتين حول مجموعة قضايا تتراوح بين المجال الجوي والمناطق البحرية في شرق البحر المتوسط فيما مرت علاقة البلدين بأزمة كبيرة في صيف عام 2020 كادت تؤدي لمواجهة عسكرية مع إصرار تركيا على التنقيب عن النفط والغاز في مياه إقليمية متنازع عليها مع اليونان كما أن البلدان على خلاف حول قبرص وتعد تركيا الدولة الوحيدة التي تعترف بإعلان القبارس الأتراك للاستقلال في الثلث الشمالي للجزيرة وتصعد التوتر اليوناني التركي الأسبوع الماضي عندما حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان على نزع السلاح من جزرها في بحر إيجا قائلا إنه لا يمزح فضلا عن اتهام أنقرة لرئيس الوزراء اليوناني أنه تسبب في عرقلة صفقة طائرات F-16 مع الولايات المتحدة شكرا